أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بوتروس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبر لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرنسيس تكلم قداسة البابا اليوم على العنصر الأول من عناصر التمييز وهو الصلاة وقال الصلاة هي عنصر مساعد لا غنى عنه من أجل التمييز الروحي وخاصة عندما تمتلئ الصلاة بالمشاعر وتجعلنا نتوجه إلى الله ببساطة وألفة كما لو أننا نتحدث إلى صديق الصلاة هي أن نعرف كيف نتجاوز أفكارنا وندخل في صلة حميمة مع الرب يسوع فالإلفة معه تساعدنا على أن نتغلب على الخوف أو على الشك في أن إرادته ليست من أجل خيرنا وهي تجربة تراودنا أحيانا وتجعل قلبنا قلقا ومترددا يعلم المسيحيون أن يسوع هو ابن الله لكن البعض منهم يشك أحيانا في أنه يريد سعادتنا بل يخشون أن ساروا معه جديا أن تدمر حياتهم فيجب كبح رغباتهم وتطلعاتهم والابتعاد عن كل عزيز عليهم لكن رأينا في لقائنا الأول في موضوع التمييز إن علامة اللقاء مع الرب يسوع هي الفرح بينما الحزن والخوف هما من علامات البعد عنه من يبتعد عن الرب يسوع لن يكون سعيدا أبدا حتى لو كان يملك خيرات وإمكانيات كثيرة التمييز ليس سهلا لأن المظاهر تخدعنا بينما الإلفة مع الله يمكن أن تبدد شكوكنا ومخاوفنا وتجعلنا قادرين على أن نميز بطريقة فعالة لذلك الصلاة المليئة بالمشاعر تساعدنا على التمييز وتجعلنا أكثر قدرة على معرفة ما هو مهم لحياتنا وما هو سبب فرحنا